افتتح الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي ذلك عبر تقنيات الفيديو كونفرنس قدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة كما تمت الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال التكنولوجيا الحوسبة الصحابية ومراكز البيانات من جالبه قدم مدير المركز التبادلي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز أكد فيه أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات